السلام عليكم يا متتبعين العزائز الكثيرين كنتمنى تكونوا باخر و انتم اكتهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله سوف نحضر معكم هذه التحليه للصراحه كتجي رائعه بزاف بزاف اي لدقتها لا تصغنوا عليها فيها كل شي زوين تبارك الله و كتجي لديدة بزاف صراحه كنتمنىكم تجربوها واللي يكتب عليها في تعالق سوف نضغط طريقة التحضير و نعطيكم المكونات لكي نصيبوها التحليه اللي كتجي رائعه اول حاجه سوف نأخذ مسترو الحليب و سوف نأخذ فلون بالنسبة للفلون الى كانت فاني او الكاراميل المهم يكون فيها نكهة لكي تضعنا واحد اللوغو اللي زوين بزاف انا اخذت هذا فلون سوف نأخذ الفلون العادية الفاني و سوف نضغط جمعها الكبار ديال السانيدة انا عندي هدي كتكون فيها السانيدة فعاكل شي و فيها سواس ديالها لصراحه كي يجاي رائع بزاف سواس كاراميل انا هنه سفي غادي نكب الفلون ديالي و من بعد غادي نفعل جوج معالق اكبر ديال كريم باتيسي إلا ما عندكم غادي تديرو ميزينا جوج معالق سافي وغادي نحرك هاد شي مزيان حتى كيتجانس ليا كل شي مع بعض دياتو عاد غادي نحطو فوق البوطة نطيبهم هنا ضروري تديرو هاد طريقة انكم تحركم حتى كتحسو بديك الساني دا و كريم باتي صغي و الفلون ديالي كلهم كيتجانسوا مع بعض دياتهم كيدو بدك شي مع بعض دياتو عاد تحطيه فوق البوطة وانتي حاطها فوق البوطة وانتي كتحركي حتى كتحسي بدك كتولي بحل شكل مهم كيعقاد واحد شوية وكي نكتبقى جارية مشي كتعقاد بثاف هنا قبل ما ندير دروري غادي نجدو دك شي كامل اللي غادي نحتاجو هناخدي تصاب لي جوج هرمجتم على هاد شكل وغادي ناخد لوس قرقاء موهمة غادي نوريكم من بعد هنذا بغادي ندوز ندن نطيف تحليا دياني اللي صراحة كالجيل ديادة بثاف انا غادي نشد لكم لقاطات غادي نحرك فيها حتى كنحصل على الشكل اللي بغيت انا يعني هنرا في الاول كتحسو بيها كجارية مني كتبضات طيب كدي تحسي بها كتبضة كتعقد صافي هكا كتعظفي انا صافي وجدات السلون ديانا تحليا ديانا ومن بعد غادي تحطوها انوريكم شنو غادي تديدو من بعد صراحة كنت منكم تجذبو هادي انا وخا عياما لشكل اللي تجربها ديك ساعة غادي تحكم وغا تحضفها شحة كجيل ديادة حت صارحة كل شي في هالديد وزوين وتبغيوها كالصحور كجيل ديادة اللي بزاف تديرا كالصحور كنت منكم تجذبوها غا تعجبكم وغا تعجبو وليداتكم انا متأكدة ومتأكدة ومتأكدة سافي هنا من بعد ما كتولي عليها تشكل هادا كثنا كتشوفوها يبدات شوية كتعقد غادي نحاول من بعد ما غا نسعلي غا نحط على جنب وغا نزيد عليها جوج ديال دانات اللي داروري يكونوا فلون اللي غادي نوضيهم ليكم سافي من بعد ما كتعقد لي عليها تشكل هادا مشي كتعقد بزاف وانما مني كتحركي كتدي تحسي بدك الحليب بدا شوية كيعقد سافي هنا من بعد ما حيتها من البوطة غادي نحطهم وغادي ندير عليهم جوج دانات اللي كيكونوا لاشكل فلون اللي كيكون فيهم الصوصل تحت السراحة هادو كيعطي واحد منكها رائعة في هادتحلية عدو محدد دور مهم خاص ضروري تديرهم وهم تقدروا تديروا جوج اول واحد انا غادي ندير جوج ديال دانات وانفوات تحيدو هم البوطة غادي تديروهم وتحرركم زيان حتى تحسو بهذاك دانات جانس لينا مع الخالات ديالنا سافي من بعد هكا غادي تكون واجدة تحلية ديالنا وبالنسبة للزيان غادي نوذيكم باش غادي هنا ضروري غادي تحرركم محدد داك شي باقي سخون باش ميجمدش ليكم وهاكك يعني غادي يعونك بانه ضغي غادي تكبيهم وذك شي صارحة كيجي كيجي رائح بزف بزف كنت منكم تجربوا هاد الوصفة الصارحة خطيرة بزف غا تعجبكم وغا تعجب ضيافكم تعجب عائلتكم اي واحد دق هاد هاد التحلية غادي تحمق انا متأكدة بالنسبة للزيان يعني اللي عندكم انا خديت شوية القرقع شوية القرقع شوية القرقع شوية اللوز وهنا بالنسبة اللي غادي ندير مع هذا البيسكوي خديت شوية تمر قرطوه شوية زبيب وزيت عليم شوية القرقع هرمشتهم كاملين وصافي هنا اخديت السوس ديال ديك فلون وهاد هما الكويسة ديالي غادي نزينهم غادي نوديكم الطريقة اول حاجة غادي ناخد بزكويت ديالي صعب للي ديال نكهة الكوكسار حكي عجبني في واحد لوغوزوين تاوكي عتا واحد نكهة رائعة غادي نفرشوه واللوغل ومن بعد غادي نزيد عليهم كيجيت لكم شوية تمر قرطوه صغير زبيب حتى هو قرطو ونزيد عليهم وخلطوه صحيحة تحليه رائعة من هاد شي اللي قلت لكم ربينا غادي نفرشها كيف ما شفتو ومن بعد غادي نكب تحليه ديالي من بعد ما كتكبوها كيباليكم داك شي كي تخلط صارحة تجي واعره واعره بزاف يعني مكيبقاش داك شي لتحت كتبالك لفلون ديالك بانها ولات كلها معلكة بهاد شي صارحة تجي لدي داك شي جديدة بزاف كنتم من لكم جذبه ولي جذبه غادي يشكرني على هاد الوصفة اللي شادكتها معاكم اليومه بغايد زعما نشارك معاكم شي حاجه اللي يزوينا وتعجبكم صافي هنا من بعد مساليت غادي ندى نكبهك على الكيسان ديالي غادي ندير نفس العبر وغادي نخليهم حتى كيبردو شوية عاد تخشون في تلاجه يبردو حتى كتبغيت حطيك تقدميهم عاد زينيهم المهم انا غادي نبقى غادي على هاد طريقة حتى نكمل كويسات ديالي شفتو يعني ذاك البيمو ذاك شي اللي دارتو كي طلع كي ولي مخلطة الفلون كتولي معلكة يعني مين كتزديديك المعلقة كيبالك كل شي معلك يعني ذاك البيمو والكل شي كيبالك في الفلون ديالك يعني مين كتزديش غيل فلون بوحدها صارحة كتجي واعرة واعرة بزاف زوينة انا متأكدة غتعجبكم صافي هنا بدن بعد مثاليت غنحطهم على جنب ونخليهم حتى كيبردو وحد غنخشون في تلاجه هنا من بعد ما خرجتهم من تلاجه تبغادي ندوز تزين منسبة لزين تقدروا تاكلهم غيهكا كافيين يعني هكا رات تاكلهم فيهم كل شي انا بغايد نزيد نعطهم واحد للمسة نزينهم غادي نزينهم بالقرقاع شوية لوج شوية الاكاجو هكا غنضير زين ديالي وانتو ما كيبقى ذاك شي على حساب الاختيار ديالكم اللي متوفر عندكم تقدروا غيه تاخدوا غيه بانانات تقطعها كموغسو وديروا لاذاك الكارامير غيه يعطي واحد للمنظر الرائع او لتحطوه مهم اللي عندكم ماشي بالضرورة انكم تديروا القرقاع اللوز اللي عندكم اي حاجة متوفرة عندكم قدار يكون عندكم غيه شوية لوزها كهرمشي ووزيني بيه ماشي بالضرورة سافي غادي نبقى غدا على هالطريقة حتى نكمل تحليه ديالي الصراح اللي كتجي رائعة ومن بعد غادي ندير عليهم هادا كسوس اللي كيكون فلفلو ما عندكم مش بلاش يعني مشي بالضرورة او لس قدري تصيبه بوحدك ديجا مشاهد كه معاكم مارا كتديرو غيه كالساني ذا وكتدوبوه كم زيان كتزيد عليهم معلقات الزبدة سافي وهكا كيوجد صوص ديالك تقدري تزيني به صراحة كيجي في حال هادا اللي شريت كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو وما تنسوش تبارتاجيه مع الحباب هكا بش تعمل فائدة ولي ما زال ما تقابونيش عندي شنو كتسنا تقابوني عندي وبرتاجيه مع الحباب وما تنسوش اللي لايك ولي كومنتغ اللي كيحفزوني باش نبقى ديما نجيبليكم الجديد ونديلكم شي افكار اللي ما كايناش كنتمنى يعجبكم هادلا فيديو وذا بما بقاليا الا نقول لكم بسلام عليكم وان شاء الله را ندير كتاب من جهدي باش هكا نعجب المتتبعين ديالي وندير ذاك شي لك يعجبكم ولي بغات هكا شي اوبلا اولا شي حاجات تكتبها ليا في تعالق را نقرق على تعالق ديالكم ونشارك معاكم بطبيعة الحال وذا بما بقاليا الا نقول لكم بسلام عليكم وتهلوا فيديوزكم وكلوا مزيان نرار الصيام هذا نتهلوا فيديوزنا نقرأوا القرآن شوية نصلي ونطلبوا الله الله يشافينا وشافي جميع المسلمين يا بي وبعد علينا هاد البالاء وذا با بسلام عليكم اطلقوا في فيديو جديد سمحوا لي اطولت عليكم ومقاليا الا نقول لكم بسلام عليكم اشتركوا في القناة